أعربت مصر عن أسفها الاقتحام مسؤول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية من القوات الإسرائيلية وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية عن رفض مصر التام لأية إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس وحذرت مصر من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة وعلى مستقبل عملية السلام داعية كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع